رجال يعنفون النساء وغالبا ما يقع تعنيف الرجل على زوجته وبين الواقع والمشهد المسرحي لا فارق كبير حتى وإن اختلفت الطريق عما جواهده الآن الطبعات المسرحية طبعا هي من واقع بيحصل من مجتمعنا خاصة خاصة من مجتمع سواء كان ريفي أو مدني لأن هذا يحصل تفرغة بين البنت والولاد وخاصة في المجتمعات يكون أكثر طبعا وعند الناس خاصة لقليل الوعي والتعليم قد ينتج عن هذه المعاملة انعكاسا سلبي على الأبناء فالعنف ضد المرأة يلحق بالأسرة والمجتمعات المحلية من جيل إلى آخر كما أنه يزيد من أشكال العنف الأخرى السائدة في المجتمع أقل بالشباب الذي انضموا عندما تمت الدراسات والتوجه إلى هذه الفصيل وقدوا أنهم الشباب الذين كانوا يعانون من صراع عائلين لحج إحدى المحافظات التي تنتشر ويزداد فيها العنف ضد المرأة حيث وصلت نسبة النساء المعنفات نحو 70% منذ دلع الحرب في البلاد وذلك وفقا لرصد لجان تتبع اتحاد نساء اليمن في المحافظة من خلال الرصد في السنوات السابقة لمحافظة الأحق هناك كانت مؤشرات نسبية على ارتفاع وازدياد نسبة حالات العنف قام هنا من نوع الاجتماعي إلى حوالي 70% وكانت أغلب هذه الحالات هي من النساء والأطفال خاصة بعد اندلاع الصراع وللحد من انتشار العنف كان لابد من وجود نشاط يوثق هذه الانتهاكات ويدافع عن حقوق المرأة من كل أشكال العنف فكان الاتحاد نساء اليمن في محافظة لحج الدور البارز في الاستجابة وتدخل للنساء اللواتي وعانينا من إساءة المعاملة عوامل عدة ساهمت في تفاقم العنف في أوساط المجتمع نتيجة الحرب وتدهور الوضع الإنساني واستمرار الصراع في البلاد وازدياد حالات النزوح للمحافظة بشكل متواصل كل ذلك ساهمه بشكل كبير في ازدياد العنف القائم على المرأة مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحي